هنا في البرنامج دايما هنشير ونسلط الضوء على أبطال مصر أبطال مصر دول مش بس في كرة القدم أبطال مصر دول في كل الألعاب دايما عندنا ناس بتشرفنا في ألعاب كتير جدا يمكن الصورة دايما بتبقى مغلقة ومقفولة على كرة القدم والناس كلها مركزة عنيها بس على كرة القدم ولكن في ألعاب تانية بتشرف مصر بنرفع فيها عالم مصر بنردد النشيد الوطني في أي حتة في العالم بسبب هؤلاء الأبطال واحد من هؤلاء الأبطال دول هو علي أبو القاسم لاعب منتخب مصر للقنباز فاز بالمركز الأول والمدالية الزهبية في مشاركته بكأس العالم المقامة حاليا في فرنسا حاجة مشرفة وحاجة رائعة جدا لكن هو أيضا حصل مؤخرا على فضية من بطولة كأس عالم أخرى في المجرع فكرة هنا في بطولات عالم كتير في الألعاب دي مش بتبقى بطولة واحدة عشان كده هو حقق فضية وبعد كده برمزية في بطولة أخرى ده بجانب طبعا زهبية دورة الأعاب الأفريقية اللي أقيمت مؤخرا في المغرب مليون مبروك لعلي أبو القاسم بطل مصري كبير كل التحية مننا هنا في البرنامج وبالنيابة عن الشعب المصري كله والجميع المصرية تحية منهم ليك كل الأبطال المصريين فوق دماغنا